في شأن آخر أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ثقته بمستقبل الواعد للتعاون الثنائي بين اليمن وأمريكا في مختلف المجالات خلال تهنيئته للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأشد العليمي بمواقف ترامب وإدارته إلى جانب اليمن خلال ولايته السابقة وتطلعاته إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وأكد العليمي على موقف الحكومة من تحقيق السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 22-16